السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة الأطلس واللشروحات أتمنى إذا أجابكم الفيديو أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ثم الضغط على ألمات الإجاب بالفيديو استفاق سكان مدينة أزمر وسيدعي بن حمدوش صباح اليوم السبت الجاري على حادث سقوط سيارة من أعلى القنطرة القديمة بعد استضامها بالحاجز الحديدي لنهر أم ربيع خلف وفاة سائقها الشاب وفور انتشار الخبر انتقلت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي لعين المكان وبعد البحث والتنقيب تم العطور على سيارة من نوع داسيا دوكير وأثناء استخراجها من النهر اتضح أن علامة نها سائق متوفي وللإشارة فإن أسباب وظروف الحادث تبقى غامضة مما يستدعي تعميق البحث من طرف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي ترجمة نانسي قنقر